لما بتبنى قضية أو وجهة نظر أو بنتكلفه موضوع دائماً بتجيب المتخصصين والمعنيين بالشأل اللي يقول رأيه جبنا المهندس طلال عبدالغطيف خابير روايح في مشكلة نادي سموحة ونادي براميز لما حصل في ماتش في استادلق سكنرية حصل الحريق القهربائي جبنا بعد المباراة مباشرة الرجل قال قال روايح بتقول والنظم بتقول أن يتم استكمال ما تبقى من عمر المباراة وده اللي حصل وبالتالي ربط الاندي المصرية أرسلت خطاباً إلى نادي سموحة إلى نادي براميز عنية السيد المدير التنفيذي تحيات طيبة وبعد يسررنا أنه دي السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسيداتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات أملين لكم التوفيق بناء على ما حدث أثناء مباراة سموحة وبراميز F.C يوم الجمعة الموافق 826-2024 من توقف المباراة في ديه 49 من زمن المباراة القانوني قررت إدارة المسابقات بربط الأندية إعادة لعب ما تبقى من زمن المباراة القانوني بنفس الظروف التي انتهت إليها المباراة في الدقيقة 49 بنفس اللعبين الموجودين في السكورشيت والتبديلات والإنذارات والطرد والتي تمت أثناء إقامة المباراة يقام ما تبقى من زمن المباراة يوم الثلاثة الموافق 27-24 طبقاً الآتي اللي هو لبعد بكرة إن شاء الله سبوع 28 المباراة رقم 246 يوم الثلاثة 27 سموحها في براماة إفسي إستاذ الجيش ببرج العرب السامنة مساءً يعني معنى الكلام يعني كابتن مباراة سلم أن المباراة هتتعاد بظروفها وزي ما يجبنا على التليفون المهندس طلاعب لطيف وقال نفس الكلام ده رايح حددك ده طبعاً وهو ده الطبيعي بدأ أنت عندك بص محمد إنت عزيزة عندك لو رايح بتحكم الأحداث زي دي كده ماش يحصل عندك مشاكل خالص أنا بتكلم من زمان أو من زمن الزمان مطالب لأ أنت كن عندك لايحة قوية بتنفس على الكبير وعلى الصغير أنت عندك سبب قهري موجود أو سبب ظروف صعبة جداً بتكلم فيها محادش لي يد يعني النادي بنتكلم عن نادي سموحها مالوش يد ممكن حاجة خارجة عن الإرادة فطبيعي اللي أنت في الأحداث دي بيجيلك أو بيجيلك بتشوف اللايحة بتاعتك بتقول إيه ما تدارش في حد فيها اختلاف فأنت حددت السبب الرئيسي فما فيش مشكلة إنا كنت شافين من فترة ناس بتتكلم بتقولك لأ انسحاب 2-0 وش عارف إيه ومدام السبب قهري مفيش حاجة اسمها كده